وقانون الإعصار الأردني، آليات جديدة لمواجهة التعثر المالي وضيفنا بالستوديو للتحدث عن هذا القانون دكتور إياد بطاني محامي وعضو مجلس نقابة المحاميين الأردنيين صباح الخير دكتور إيساد صباحك أهلا وسهلا يعني بترف هناك العديد من التحديات الاقتصادية اللي عم بتواجهها الأفراد والشركات فاليوم إذا بات هناك حاجة ملحة لتوفير إطار جديد للتعامل مع التعثر والتعامل مع هذه القضايا اللي عم نشوفها كثير وخاصة للشركات الصغيرة والناشئة فما هو قانون الإعصار؟ بداية سعاد صباحك وسعاد صباح المشاهدين ونشكركوا على هاي الفقرة التوعوية القانونية الحقيقة أنا من الناس الكثير متابع هلا نتكلم عن قانون اسمه قانون الإعصار هذا القانون جاء في عام 2018 أول مرة في الأردن عنا كان نظام يسمى نظام الإفلاس قبل قانون الإعصار وهذا القانون مش بس بالأردن هون هذا القانون في أغلب الدول المنطقة والدول العربية والعالم موجود المشروع استحدث هذا القانون لمعالجة بعض الإشكالات المالية زي ما بتعرفي الآن الوضع المالي والاقتصادي للشركات والتجار يعني هناك غاية من المشرع بأن تكون التجارة من باب حماية هذه التجارة وحماية المتعاملين الأوضاع الاقتصادية قد تؤدي بهذا التاجر أو بهذه الشركة إلى وضع يصل فيه إلى حد لا يستطيع الوفاء بالتزاماته عندما تصبح الشركة أو التاجر يصبح مقدار الديون المترتبة على التجارة وعلى مشروع التجاري أكثر من الأموال الموجودة في هذه الشركة أو حقوقها المالية بالشرطة يكون كاش فهون فيه إشكالية هذه الإشكالية كان بدها معالجة فجاء هذا القانون قانون الإعصار هو في عام 2018 وأصبح نافذ نصوص هذا القانون في شهر 11 من 2018 هذا القانون يعالج مسألة مالية أو محاسبية للشركات يدخل المشرع حتى يحمي التاجر أو الشركة أو حتى المنشآت المتوسطة أو الصغيرة حتى يوفرنا الحماية حتى تقف على مشروعها وما تنهار طبعا هذا القانون في بعض الدول اسمه قانون الإنقاذ يعني إحنا شوية قانون الإعصار هي الإنقاذ بجلس تكون يعني بتوصل للمعنى أكثر غاية هذا القانون فهو حقيقة هو قانون إنقاذ جاء ليحمي التجار والشركات التجارية وأيضا أصحابين المهن طبعا هو ينطبق فقط على هذه الفئات يعني من الناس وليس الأفراد لا ينطبق على الأفراد العاديين يعني الشخص العادي طبيعي اللي عنده التزامات مالية وديونه أكثر بروح على نظام قانوني آخر في القانون المدني يسمى الحجر أما التاجر بيخضع لهذا القانون نعم ولكن اليوم دكتور إحنا عم نشوف أنه هناك العديد من المشاكل الاقتصادية والتعثر المالي لدى العديد من الشركات يعني اليوم هذا القانون ربما يساعدهم لحتى لا الدائن ولا المدين يخسروا بشكل أو بآخر لا هذا يخسر شغله ولا هذا يخسر فلوسه ولكن اليوم إدارة هذه العملية إدارة عملية الإعصار بين الدائن والمدين والأدوار القانونية اللي اليوم بتلعبها المحاكم المشرفة يعني خلينا نشرح الموضوع كما يلي الآن القانون بدي يحمي دائنين لهم حقوق على هذه الشركة وبذات الوقت بدي يحمي المنشأة الاقتصادية أو التجارية يخليها قادرة يدعمها حتى تكون قادرة على سداد الديون بداية يجب على أي تاجر أو شركة تشعر أنه في عندها إشكالية مالية ممكن أنها توصل إلى حد لا تستطيع معه سداد الديون فقبل ما تقع في هذه الإشكالية سمح القانون إلها اللجوء إلى المحكمة طبعا المحكمة الغرفة الاقتصادية محكمة بداية عمان يقدم طلب يسمى طلب الإعصار طبعا هذا الطلب يجوز تقديمه من التاجر نفسه هذا الأصل أو من الشركة تأخذ قرار مجلس إدارة أو هيئة مديرين وبتقدموا بطلب بلجأوا فيه إلى المحكمة أنه إحنا كشركة وفقا القيود المالية الموجودة عندنا والأوضاع المالية نشعر بأنه إحنا خلال ستة أشهر مقبلة سوف لن نتمكن من السداد الديون نتوقف عن السداد الديون هذا الشيء بضر بالدائنين فهم يلجأوا إلى طلب الحماية هذه الحالة الأولى الحالة الثانية ممكن مش المدينة أو مش التاجر يتقدم سمح القادون للدائنين يلجأوا إلى تقديم مثل هذا طلب طبعا ببساطة للمشاهدين لدينا نوعين من الإعصار نسميه تمام بالحالتين بدنا نلجأ فيهم للمحكمة إما أن يكون يعني نسمى الإعصار الوشيك بأن التاجر أو الشركة التجارية أو المنشأة الاقتصادية تشعر أنه وفقا لقيودها المالية سوف تقع في إشكالية الإعصار وهو عدم المقدر على سداد الديون التوقف عن سداد الالتزامات المالية فقبل ما توصل هذه المرحلة تلجأ إلى المحكمة تقدم طلبا بأنني أطلب الحماية القانونية تمام الإعصار يسمى الإعصار الوشيك في هذه الحالة هذا غاية القانون يعني يجب أن يكون التجار يعني من البداية عندهم يعني حيطة لأمرهم المحكمة بعدها طبعا يعني شوية طلبات أو الإجراءات شكلية في المحكمة نعم إذا قبلت المحكمة الطلب ببساطة أنا بدي أتكلم نعم في عندنا مراحل لموضوع الإعصار الوشيك طبعا يجب على التاجر أو الشركة أن يقدم خطة خطة إنقاذ أن أنا أستطيع أن أسدد ديوني لكن أنا أحتاج إلى خطة معينة أحتاج إلى قروض معينة أحتاج إلى تسويات أحتاج إلى جدولة وطبعا تشكل لجنة من جميع الدائنين في عندنا الدائنين بيكونوا مشكل لهم لجنة بيختار ما بينهم لجنة نعم مشرفين على هذه المسألة في عندنا شخص جهة أخرى وهي وكيل الإعصار وهو طبعا شخص مرخص من مراقبة الشركات بأنه يكون وكيلا للإعصار وبيتم دراسة هذا المشروع والجدول الاقتصادي منه فإذا أوقر فإذا أوقر يعني هاي نهضة للمشروع من جديد طبعا بيستفيد التاجر والشركة من اللجوء إلى المحكمة وطلب الإعصار من وين أولا إذا في ديون عليهم تتوقف ما في مطالبات تمام إذا في قضايا في المحاكم أيضا توقف هاي القضايا لأنه احنا في مرحلة بنا ننهض بالزفر في المشروع ونحاول نحيي هذا المشروع طبعا في شيء اسمه الفواد القانونية المترطبة على الديون يوقف حسابها العقود اللي خلال فترة هاي بيكون يعني اللجنة هي اللي بتتم إبرام العقود وبتشرف على عمل الشركة في سبيل تتخطى هذه المشكلة هذا النوع الأول من الإعصار وهو الإعصار الوشيك الوشيك أما الإعصار الفعلي فهو حالي أن التاجر أو الشركة خلاص وصلت إلى الديدلائر وانتهى لا تستطيع ما في عندها خطة انهارت وفي عندها ديون كثيرة فبالتالي بيلجأ طبعا هذا الطلب ممكن للدائنين يقدموا ممكن المدينة نفسه التاجر أو الشركة تقوموا ممكن من خلال مراقبة الشركات تقديم هذا الطلب لأنه برضو الشركات عندنا والتجار خاضعين لرقابة من عطفة مراقب عام الشركات بالتالي بيلجأوا إلى موضوع الإعصار الفعلي الإعصار الفعلي بيصير عملية تصفية أموال الشركة ومحاولة توزيع ما بقي من أموال على مجموعة دائنين كل دائن يعني بأخذ نسبة من دينه بحيث بالنتيجة ما يصير فيه خسارة ما نزيد الخسارة من عمل إشكالات جديدة نعم نعم دكتور اليوم عم نقول أنه هناك هذا القانون وبآخر الدقيقة معنا هذا القانون يسعى لحتى يساعد استقرار الشركات الناشئة والصغيرة كيف أكيد صار فيه سؤال عندهم كيف عم بيسعى لهذا الأمر أنا بس بدي من خلال قناتك أوجه يعني دعوة لجميع التجار والشركة كلما كانت قيودهم المالية مدققة وصحية وعندهم التزامات تعرف مشكلتنا يعني بجزء من المسهب اللي أردن عندنا هون الشخص بيكون عنده مؤسسة أو شركة لكن مرات بيتعمل بصفته الشخصية صحيح وبتدخل دي أمواله بأموال الشركة هذا الشيء غلق القانون هذا ما بيزبط معك أنت بدك تكون كل حساباتك المالية دراساتك الشركة مسؤولية هاي والتجار مسؤولين بحيث أنك أنت تكون قادر على النهوض في هاي الشركة هاي الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة هذا دعم لهاي الشركات بيحميها لأنه إذا ما فيه إعصار أو إعصار وشيك الدائنين فورا من دميح جزء الشركة ينفضوا عليها وتنبع بالمزاد وينتهي هذا المشروع وهذا ما بنا بدو إيها المشركات أكيد أكيد يعني إحنا شاكرين جدا وجودك معنا وهذا التوضيح الرائع دكتور إياد بطايني وحضرتك محامي وعضو مجلس نقابة المحميين الأردنيين شكرا لك شكرا لكم جميعا هاي شكرا لكم جدا 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 جدا